العراق المضطرب عنوان حالة جامعة خيمت على البلاد منذ الاحتلال الامريكي وهو اليوم عنوان مقال لصحيفة الانديبنديد البريطانية تتحدث فيه عن حالة الصراع السياسي التي يعاني منها العراق بين أروقة الاجتماعات وعلى الميدان الصحيفة أكدت أن انخفاض مستوى العنف في البلاد أتى بنتائج متناقضة فكشف الغبار عن الإخفاقات المزمنة للحكومات الفاسدة كما وصفتها وعن السؤال الملح هذه الأيام أين ذهبت مئات المليارات وما تزال مدن العراق في أسوأ حالتها لذا فإنه من غير المستغرب أن تتلاشى ثقة الجمهور في إصلاح متوقع لا سيما بعد الانتخابات الأخيرة وما حدث فيها أما على مستوى المؤسسات فقد أشارت الصحيفة إلى أنها تعاني من عجز وفساد هائل كما أنها قائمة على نظام غنائم أو رعاية حيث تصرف الأموال وتمنح الوظائف والعقود وفقا للانتماء الحزبي والمنافع الشخصية حتى أصبحت الوزارات أشبه بالإقطاعيات وتقسمت السلطات في البلاد إلى أربع أنواع هي الحكومة والمرجعية الدينية والعشائر وميليشي الحشد الصراع الأمريكي الإيراني ألقى بظلاله هو الآخر على الوضع في الداخل خصوصا بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة على طهران وتأثيراتها على العراق الذي وصفته الصحيفة بأنه رئتي إيران وعن ما هي التعامل الأمريكي مع مريدي طهران ذو النفوذ المتوسع واليد الباطشة لذا لن تكون العقوبات الأمريكية على بعض البنوق وتصنيف فصائل بميليشي الحشد كإرهابية سوى البداية فقط ولهذا السبب أو ذاك لا تعرف طبيعة الأيام القادمة على العراق فبرميلين من البارود داخلي وخارجي يرشكان على الانفجار في البلد المتخم بالأزمات موسيقى موسيقى